ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القاهرة أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام أستاذ أشرف أهلاً وسهلاً بك على شاشة القاهرة الإخبارية دايتاً يعني كيف نقرأ هذا التصعيد من قبل جيش الاحتلال على قطع غزة؟ يعني بالتأكيد هذا التصعيد ليس جديد هذا التصعيد هو جزء من المخطط الإسرائيلي لتدمير غزة منذ السبع من أكتوبر وحتى الآن يعني ما تنوي إسرائيل القيام به في الشمال هو ما قامت به في الوسط والجنوب التدمير والتهجير وجعل المكان غير صالح للحياة وإسرائيل هيأت الرأي العام الداخلي والخارجي على مدى شهور ربما بأنها ستنفذ خطة الإخلاء شمال قطع غزة وتاريخياً كانت منطقة شمال قطع غزة وتحديداً جباليا تعد بمثابة العاصمة العسكرية لغزة بينما مدينة غزة هي العاصمة السياسية في الشمال يعني أطلق أول ساروخ قسام على المستوطنات الإسرائيلية وفيها تشكلت أولى كتائب حماس وبالتالي هناك سقر تاريخي بين إسرائيل والشمال وخاصة جباليا والآن هم يريدوا أن ينتقموا كما فعلوا من قبل مع كل من الشجعية والزيتون وغيرهم من المناطق التي كانت تعد من معاقل المقاومة الفلسطينية فضمرتها وجرفتها والآن للأسف الشديد إسرائيل تستغل اهتمام الرأي العام العالمي بشكل شبه كامل بلبنان والتطورات الصراع بين إسرائيل وإيران ولا يوجد اهتمام حقيقي أو تغطية حقيقية لما يدور في شمال غزة رغم أنه شديد القصوى وشديد الألم ويتم التعامل مع الناس بوحشية ودموية تفوق ما حدث في الأماكن الأخرى في غزة إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية قامت بشبه عزل الشمال تماما الجرفات الإسرائيلية تقوم بوضع سواتر طرابية في جنوب جباليا لتعزلها عن الأماكن الأخرى حتى إذا ما خرج الناس يتم تفتشهم ومعرفة إذا كان بينهم مقاومين أم لا وللأسف بعض وسائل الإعلام العربية منذ أسابيع زعمت أن حماس أعادت بناء وحدتها في الشمال وإنها استطاعت تجنيد ثلاثة ألاف عنصر جديد واستطاعت أعادة حجد سلحها وبالتالي أعطت إسرائيل مبرر لما يتم الآن ترجمة نانسي قنقر